موسيقى 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 أولا موسيقى موسيقى كان من قبل أو مهلة أو فرصة بالنسبة للمبارثين أمام نيجيريا وكذلك أمام الكامرون ولكن ربما شاهدوا أن الوضعية لا تسمحش بشأن تكون استمرارية وعرفوا أن الجو السائد بالنسبة لفريقنا الوطني نقدروا أن تكلمنا كثير وقلنا أن الفريق الوطني مريض الآن سمح مريض التصريحات والتصريحات المضادة سوى من طرف اللاعبين أو من طرف المضرب اللي كان في كل مرة يتكلم عن العقد التاع والتصريحات أخرى كذلك من رئيس الاتحادية أو أعضاء المكتب الفيدرالي فهذا خلى الرئيس الاتحادية وأعضاء المكتب الفيدرالي يخذوا هذا القرار وهو اللجو إلى جمعية عامة أو عفوا إلى مكتب إلى اجتماع المكتب الفيدرالي وأخذ مثل هذه القرارة يعني تقريبا يعني ما بقواش ينتظروا حتى المباراة الثانية يعني القرار التخذ اليوم قبل المباراة الثانية هل ترى محمد يهوبي فك الارتباط مع هذا المدرب الإسباني هذه قادة تقريبا ستة مباراية مبارتين اثنتين بالنسبة للمنتخب المحلي وأربع مبارايتهم بالنسبة للمنتخب الأول بداية من المباراة الطوغو زامبيا ذهبا وإيابا ثم الكاميرون تراه في هذا الوقت قبل مباراة نيجيريا وأنه خلاص احتراف أنه مدرب ما يليقش بالمنتخب نظن مش هداو الحكم الحكم أنه هذا المنتخب هذا المدرب أو هذا الناخب ما يليقش بالمنتخب لأنه في الوقت كيفاش يخدال المنتخب وفي أي في الظروف اللي يخدها ضروف صعبة كتير وخاصة أنه ربما ما استطعش أنه يعالج المنتخب كما قال الأخ مراد وين أصبح المنتخب مريضا من الجانب التقنية ما يقدروش يحسبوه أو ما يقدروش يعطلو تقييم الصحيح بأن هذا المدرب ما يقدرش أو ما يعرفش أما إذا شافوا أن هذا المدرب خلاص تم يعني رح يتم الطلق معه الأحسن الآن وعدم انتظار مقابلة نيجيريا اليوم ربما يعطيه المنتخب لمدرب آخر باشي يمر بمرحلة يعني انتقالية حتى يجيبوا المدرب اللي ربما راح يتعاقدوا معه وهذا لمصلحة الوقت نعم أن الوقت إذا ضيئنا كثير الوقت ضيئنا وقت مع ثلاثة مدربين في سنتين أو في سنة ونصف نظن باللي اليوم لازم إنسان يخمم بعقلانية أي مدرب وكيف ولماذا قبل ذلك طبعا أستاذنا مراد وطاجين كيف وصلنا إلى جملة مهما كانت الظروف مهما كانت الظروف يتم التخلي عن هذا المدرب كيف لمدرب كان بالأمس القريب أنه مدرب بنظرة على الأقل الرئيس الاتحادية يحظى بثقته هو لأنه يقول أنه عنده فكر مليح مشروع مليح يتناسب مع مشروعي إلى فكرة مهما كانت الظروف في قرار استعجالي هل هي أوامر فوقية أم أنه خلاص هذا المدرب لا يليق هو من بين الأخطاء التي ارتكبت وتكلمنا عليها أخطاء ارتكبت من طرف الاتحادية من طرف الرئيس الاتحادية وعلى المكتب الفيدراني أخطاء كثيرة الخطأ يعني يعني هذا بالنسبة للخطأ الجاسيم إن صح التأبير وهو اختيار المدرب كيف ستم الاختيار عن طريق ممكن المدرب من تعالفارادو اللي أعطاله الاسم هذا على مستوى يعني على مستوى إسبانيا نعم وعينوه كمدرب كان هم الواحد اللي ركشفي بعد الندوة الصحفية لرئيس الاتحادية والموحيد هو لازم نجيبه مدرب ناخب وطني نعم وللأسف وللأسف الشي اللي يوقع أول خطأ هذا اللي رأينا نتكلم عليه هو نفس الخطأ اللي ارتكبه بالنسبة لتعيين المدربين في السنة الأخيرة للاتحادية السابقة يعني فيما يخص وفيما يخص وفيما يخص وفيما يخص هذا هو الشي اللي يوقع اليوم اليوم دارك الأمور رئيس الاتحادية وعرف أنه ارتكب خطأ خطأ كبير بالنسبة للاختيار سواء من حيث العمل اللغة أو من حيث المستوى ما نقولوش هذا ما هوش مدرب لازم احنا خاصة كإعلاميين ما نقولوش هذا ما هوش مدرب ولا مدرب ضعيف لا أبدا هو مدرب ولكن ما هوش ما هوش بمستوى ممكن فريقنا الوطني والمنتخب الوطني لماذا؟ لأنه هنا نقول أنه المسؤولية مشتركة فيه اشتراك بالنسبة للمسؤولية مسؤولية للناخب الوطني اللي ما شفناش اللمسة سواء من الجانب يعني التشكيلة أو الجانب التقني أو التاكتيكي لمسة ما كانتش وما شفناش والمسؤولية الثانية والثالثة كانت بالنسبة لبعض اللعبين ما نقولوش كل اللعبين بعض اللعبين لصبحت فوضى على مستوى الفريق الوطني والمسؤولية الثالثة لرئيس الاتحادية وأعضاء المكتب الفيدرالي طبعا شيخ محمد نهوبي طبعا كيف فنية ما يشعر في ذات في السرنا هذا المدرب يمكن هل يمكن أن نحكم على مدرب مثلا في ستة مباريات أتحدث على أربع مباريات فقط لأن المدرب المتخمح اللي ربما قد لا يحكم عليه هل يمكن على فنية أنت تحكم على مدرب خاصة في مثل هذه الظروف شوف مثل هذه الظروف لا يمكن أن نحكم على المدرب بمعنى جاء في وقت الفريق المنتخب الجزائري لم يكن متأهل لكأس العالم وخاصة أنه كان فرق كبير ما بين نيجيريا وجزائر وهي خمس نقاط ما بين الكامرون والجزائر كانت على الأقل تلت نقاط ما بين زومبيا والجزائر كانت تلت نقاط نفس الشيء لهذا كتشوف الفرق ما بين نيجيريا والجزائر وباقي المقابلات صعبة والفريق الثاني والثالث كانوا عندهم حض أنهم يلحقوا فريق نيجيريا يعني كتشوف حسابات اللي كانت المدرب على الأقل أحمى نفسه بكونترا يعني بعقب وين قال التأهل لكأس إفريقيا هذه نقطة من النقاط زيادة على هذا يعني الظروف اللي كانت تسود داخل غرفة الملابس ما بين المجموعة اللعبين عدم التفاهم ما بينهم وبعدين جاءت القصة إبعاد بعض اللعبين مؤقتا أو نهائيا يعني ربي اللي يعلم هذا شيء وش حيصرا في المستقبل هذه الأشياء كلها ما قدرش يتحكم فيها كمدرب ربما حتى أنه ما عرفش كيفاش يختار لعبين آخرين بميزة كيفاش أنه ما دلعبين يتحدوا المنافسة ويتحدوا الفلق الإفريقية وخاصة في أدغال إفريقيا هل يمكن له أن يختار اللعبين في ظل الفترة القصيرة التي تولاها طبعا وفي ظل أنه مكاش حتى مدرب محلي في الطاقم الفني يمكن له أنا نظن هذا هو العاق الكبير العاق الكبير هو أول شيء كمدير فني اللي جابوه الأخ سيد تيكانوين ما متش زيادة أو ما راحش للمدرب للناخب الوطني وين ربما كان قادري أنه ينفعوا بأشياء داخل البطولة الجزائرية أو خارج الجزائر زيادة على هذا مكاش مدرب جزائري اللي يعرف الكورة الجزائرية وخفية الكورة الجزائرية واللعبين الجزائريين وخاصة من جانب البسيكولوجي وخاصة في أوقات مثل هذه ويكون قادرين ربما نتفادأ أشياء كثيرة ضد مقابلة زومبيا والكامرون إذا لو كان ناخب ناخب تاني جزائري اللي عنده هذه الأشياء كلها وهذه الحلول كنا قادرين نتفادأوا ما حودتها ضد فريق زومبيا الدهاب وإياب وفريق الكامرون البعض يقول بأنه قد يكون الأمر ربما خطأا لما يتم تغيير مدرب في هذا الوقت ولكن يقول بأنه وضعية المنتخب ووضعية الكورة الجزائرية بشكل العام معقدة في ذل الظروف الصعبة التي يتوجد عليها الاتحاد الجزائري لكرة القدم والفوضى والضغط الكبير على مدرب قبل مواجهتي زومبيا ثم أمام الكامرون لا يعني أنا منظر هذه الأشياء أنا لاش إنك تشوف معظم اللعبين موجودين في أوروبا لعبين سنهم سغير نعم يلعبوا في بطولات كبيرة معظمهم يلعبوا في نوادي كبيرة يعني حتى وروا ولو يعني نوادي نوادي أوروبية محترمة زيادة على هذا عندنا لعبين جزائرين لقدرين يمدوا زيادة لعبين خارجين من الأولمبياد ولعبين آخرين مثل جابو مثل نعماني الحساب الأماكن لو عرفنا كيفاش نجيبوا هذه المجموعة ونحميوا الناخب ونختار الناخب كما قال الأخ مراد اختيار الناخب من الأول اختيار ناخب ودير فيه كونفينس تطال هو يختار المجموعة ويكون ناس اللي تساعدوا سواء في الطاقم الفني أو كمدير فني نظر ما كنا نوصل لهذه الأشياء طبعا الشيخ مولد بوطاجين البعض يقول أن ما كان لي يكون ربما تكون الإقالة لو لم تكن الوصايا ضغطت الوزير ربما ضغطت على رئيس الاتحاد وخاصة أيضا نربطها أيضا بالضغط الكبير التي ولدت الخروج من كأس العالم وغضب الشعبي طبعا وذلك على الأقل امتصاص الغضب الشعبي يمكن قراءة تلك ممكن ولكن قبل لما تكون إقالة كان جانب تقني هو في البداية التقني فيما يخص الجانب التقني نشوف النتائج كارثية من يحاسب مثلا فالاتحادية ليس لك مديرية فنية من مثلا لأن الاتحادية ما لعبتش دورها عندك مديرية فنية لمدة ستة شهر ولكن لا برنامج ولا متابعة هذا هو المشكل اللي يوقع انت تتكلم على المديرية الفنية تعينة المديرية الفنية لمدة ستة شهر ولكن لا برنامج لا متابعة لا شيء آخر هذا بالنسبة الاتحاد ما فيما يخص الضغط من خلال سؤالك فيه ضغط أولا تقني من خلال من نتائج هذا واضح هذا فيه أخطاء قلنا بالنسبة الاتحادية فيه أخطاء كذلك بالنسبة للتشكيلة من طرف اللائبين وكذلك النخب أما فيما يخص الويصايا وفيما يخص الوزارة فمن حقها كذلك لما تشوف ضغط لا تعرف أنه المنتخب الوطني يعني عرفنا به أفرح ولما نقول أفرح لأن الناس الذين ترفضون أو كنت من الناس الذين ترفض كثيرا تدخل الوزير في كل شيء أنا نرفض 100% لأنه وتكلمنا عنها ولكن تقول الآن من حقها أيضا لا من حقها من حقها كويصاية يعني أني توجه توجيه لماذا توجيه لماذا لما نوصل الكاريثة أنا أقول لك في كل دول العالم في الريزون دي طالي وإحنا ما نحقناش لها على كل حال ما لازمش نضخموا نضخموا نقولوا يعني في كل مرة تكلمنا وقلنا يا سيد الوزير ما هو من حقك بيش تقدم بيش تعمل هذه التصريحات لأنه تصريحات هذه هي من تصريحات ممكن نرؤها سالجمعيات وفقت ترك وزير يا أخي وحمله طبعا هنا ليس لك مديرية فنية وأنت رئيس اتحادية لا تملك أيضا من معك من الناس الذين يستشير وربما تستشيرهم لأنه ربما لديك مستشار لاعب دولي سابق بعيد عن المادين ومنذ سنوات ومنذ فترة طويلة ليس لك من الأسماء ما يمكن تستشيرهم يلا هذا واحد اثنين ثلاثة هنا أخطأت أخطأ المدرب يجب الإقالة سريعا وقبل الإقالة نجيلية المستشار عمله بين العملته والمديرية الفنية والمدير الفني العملته بين بمعنى اليوم كان نقطة من النقاط اللي لازم الإنسان يتكلم عليها أن المدير الفني من الجزائر في الجزائر أو في الفيدرالية من ألفين واثنين وألفين واربعة نعم ما عندوش حق أنه يتدخل في العمل تاع الناخب الأول معدى المنتخبات الصغرى والمدربين تاع الفئات عرفوا هذا ما هو حاصل أو ما هو حاصل في الفنون الداخلي اليوم اليوم هي من المفروض لا من المفروض هذا عندك سواء مدير المنتخب الوطنية الصغرى نعم بين الكلام والمدير التقني بين الكلام المدير التقني الفني أنه عندو حق أنه يتدخل في العمل سواء حتى مش يتدخل يعني تقييم تقييم إذا كان فيه مشاكل يقدر يقيم ويقدر يمد يعني رابور وين توصل للكلام ويقدر يتكلمه تقنيا لأنه هو الوحيد كمدير تقني هو الوحيد اللي يقدر يشوف وراهم الأخطاع تقنيا نعم أما المستشارين ما عندهم مش حق أنه يدخلوا في العمل التقني يعني الآن العمل تحوم بينين في أشياء أخرى جميل ووضح تفضل نعم فيما يخص المستشار فيما يخص الطاقم الذي يعمل على مستوى الاتحادية نعم كان فيه خلط فيما يخص تعينات هذه تعيينت كانت كذلك بطريقة فوضوية نعم المستشار شيء هو المستشار مستشار المستشار يعطيك برنامج المستشار يعطيك بلانيفيكاسيو المستشار أنا بالنسبة لي في كل دول العالم وفي كل قطاعات غير في الرياضة في كل قطاعات المستشار لازم يكون دكتور أستاذ مختص أو خبير في هذا المجال أما التقني فمجاله آخر وهو المناجر مثلا مناجر جنرال هذا هو التقني فما تنتظرش باش تكون استشارة واش من الاستشارة اللي تكون بالنسبة للإتحادية الاستشارة تكمن في كل قطاع تروح قطاع الرأي قطاع الفلاحة فذلك هم المستشارين هم اللي يقدموا يحضروا لك البرنامج المشروع البحث يعني يعملوا بحث ويوجهوك في الطريق الصحيح جميل وصلنا إلى فكرة الإقالة والاستشارة لكن قانونيا الاتحادية لم توضح لحد الآن ولا ببيان كيف يمكن التخلي عن هذا المدرب بعد فترة قصيرة 6 أشهر 4 أشهر أعتقد لأنه من من فترة قصيرة لدي طبعا 6 أشهر نعم 13 أفريل تعاقدنا مع هذا المدرب وقانونيا كيف يمكن التخلي عن المدرب هو أصلاً ذي عقده يحميه لأنه ما فيش التأهل إلى كأس العالمين بين البلود العقد هو شوف العقد هذا الذي أبرم بين الناخب الوطني والاتحادية تعرف العقد هو شريعة المتعاقدين العقد هو حقوق وواجبات بالنسبة للاتحادية وبالنسبة للناخب نعم الشيء اللي نأكد هو أن العقد هذا يعني عقد لصالح الناخب الوطني يعني مشينا بسرعة يعني تسرعنا نوعاً ما لماذا؟ لأنه فيه يعني كان طاقم يعني كان طاقم ليعرف كيفاش يعني يبرم هذا العقد أما بالنسبة الاتحادية ندر مقارنة مقارنة وفقت كنا تعاقدنا مع لي كنس وتعاقدنا مع رايباتش وتعاقدنا مع جوركيف جوركيف مشاو وخداو راتب شهر فقط بالنسبة لبعض الإقالة والاستقالة راتب فقط لماذا؟ لماذا أنت تقول لماذا؟ لأنه ما كانوش بنود ولكن ما بين السطور في العقود كان من ناحية القانونية ما بين السطور تخليك أنه تمشي في طريق صحيح بالنسبة للعقد كيف؟ لم أسأل جيدا؟ من ناحية القانونية فيه إجراءات فيه بنود فيه بنود العقود التي أبرمت من قبل مع الرئيس الاتحادية السابق فهنا خلاته يكون مرتاح بالنسبة للاستقالة والإقالة ولكن بالمناسبة هو ذات العقد الذي كان مع رئيس الاتحادية السابقة هو يقولها بتصريح من رئيس الاتحاد الحالي قال لك أنا درت كوبي كولي يعني ما زرت ولا شيء من العقد إذا كان كوبي كولي إذا كان كوبي كولي نتفقين إذا كان لا خوفة على الاتحادية نحن نحتمل كيف نفهم المشاهدين؟ بهذه النقطة بالذاتي يقول لك العقد ما فيش في بنوده وأنه يتأهل كاس العالم وانت كتقل فيه بين السطور ماذا تخصد؟ لم أفهم من ناحية القانونية نعم إذا كان يخذين العقود التي أبرمت بالنسبة لثلاث مدرمين نعم كانت الاتحادية مرتاحة بالنسبة للإيقالة والاستقالة أما فيما يخص هذا العقد المبرم فالاتحادية ستوجد صعوبة كبيرة وركت تقول لي كوبي كولي العالم ربي احنا ما عندناش معلومات نعم نحتمل إذا كان نفس العقد المشكلة ما رأي شيء تطرح أنا أقول لك ما رأي شيء تطرح لماذا؟ ولكن إذا كان فيه اختلاف تقدرش تعرف احنا ما عندناش أعطي لي إنكوبي لكن حديثك مبهم أعطي لي إنكوبي أنت كرجل قانون نعم حديثك مبهم لأنه تقول لي ما بين السطور في العقد ما فيش تأهل لكاس العالم في بلود العقد يعني هذا المدرب لما جينا معه قال يا يا رجل إحنا تأهل لكاس العالم أنت لا يعنيك ليس من الأهداف أنت كاس أمام أفريقيا والوصول لنا في النهاية ثم بعد ما يقال تقول أن العقد في صالحنا كيف؟ أنه قصد في صالحنا؟ لا قلت له أنه بين السطور يعني من خافوش بالنسبة للعقود التي أبرمت من قبل هو ذات العقد يعني قلت أنت بالنسبة لك ذات العقد نعم عندك العقد؟ هذا ما قاله هو رأي يقول نعم إذا كان ذات العقد ما كان حتى مشكلة لماذا؟ لأنه لصالحة الاتحادية لأنه فيه بنود تنص على أنه في حالة إيقالة والاستقالة فيه 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 في أمور تظهر من ناحية القانونية ولكن الشيء اللي نأكد عليه هنا الشيء اللي نأكد عليه هو إذا كان أو المقارنة إذا كان حنا أخذينا المقارنة بين فيما يخص العقود التي أبرت من قبل نعم والعقد هذا تعال ما ربي إحنا ما عندناش إذا كان عندك أعطينا العقد لا لا ما عندناش ما زال ما عندناش الحق على كل حال وإن كان رغم ذلك سربوه للعقدة سربوه لكي مش فينا عشان على شخصيين مش فيه على كل حال سربوه يعني من داخل اتحاد الجزائي لكرة القدم هل مغادرة لوكاسا الكراسي دي موسى اليوم صباحة اليوم حزم أمتعته دليل عنه أنه كان اتفاق بالتراضي إذا كان يعني حزم كل أغراضة ومشاوه والحساب الكلام ودع اللعبين يعني المجموعة اللي يدربها في اللعبين الأخيرة هذه نظن تم الاتفاق قبل الرئيونيو وضح خلينا نروح إلى الموضوع الثاني طبعا الموضوع الأول تحدثنا على قرار فاصل وبالإجماع هذا هو العنوان الأول الكراس يبعد بالتراضي أو بتعويض بالملايير القرية الثانية الاستنجاد بالمدرب أبقى معك سيد ميهو الاستنجاد بالمدرب جزائري التفكير في مدرب جزائري جمال بالماضي 41 سنة لاعب دولي سابق لاعب للعديد من الأندية خارج الجزائر هو من وليد 1976 كيف تره أنت هذه الفكرة وإن كان البعض يقول لك كيف هذا المدرب لم يتم الحديث معه ويتم التسريب هذا الخبر لم يتم الحديث معه صح ولكن ربما كمدرب يعني تعالي وقت وكلاعب محترف ولاعب اللي يلاعب في المنتخب الوطني ولاعب اللي جاز لمرحلة التدريب ويندرب في رقب بعدين ندرب حتى المنتخب القطري واللي موجود في الساحة ومازال يدرب يعرف خفايا كورة قدم وزيادة على هذا يعني يتكلم العربية ويتكلم الفرنسية جيدا وأصله من أوروبا يعني أصم الجزائري ولكن ترعرع في أوروبا يقدر ربما يكون حل باش المجموعات على اللعبين اللي رأي موجود في أوروبا والانفصال اللي رأه داخل المنتخب والإحتياجات للكورة جزائرية لهذه اللعبين لأنهم اللعبين شبان والعمر طوحهم ما يتجوش يعني مؤدل 24 سنة أو 25 سنة نظن تحتاج لإنسان مثل هذا مع تقم في النه إلرجي باش يعودوا ويرجعوا يعني الروح على الأقل لللاعبين ولا يطرح عامل السن بالنسبة 41 سنة مع اللاعبين في مهنة التدريب لا يطرح ما نظن ما نظن 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 كيف ترح طبعا ما شاء الله كيف ترح بالنسبة لعامل السن لما يكون صغير و لما يكون كبير أنا يعني اليوم كل مدرب على الحساب يعني قدرات التعو كيفاش يتعامل مع اللاعبين إذا كان إنسان اللي عنده تجربة و عنده سن 65 أو 68 أو 55 سنة ولعب مثل مدرب مثل الماضي لعب مدرب شاب لجوره اليوم عنده على الأقل ست سنوات تخبره ست سنوات تخبره تقدر تسمح له بأشياء كثيرة طبعا أنا وضحت عنوانا لهذا الحديث الحديث الثاني وأنه زدش يبدأ بحملة التغيير بمشروع شجع سلعة بلادي لماذا اللجوء مثلا إلى خيار تدريب المنتخب بمدرب جزائري كيف ترى إذا كان الاختيار تجاه بالماضي نقول سن الاختيار ما هو تقني ممكن به هو اللي يعطيك أكثر ولكن لماذا بالماضي بالنسبة لك المشاهد الشاب يعرفو حالك ولكن بالماضي هو اخداء مشافي نفس الطريقة أو المدرسة الأوروبية الفرنسية بمعنى أقول بمعنى لعب كلاعب محترف ثم لعب دولي ثم مشا يتكون مشا يتكون ومشا يتربص وبعد اخداء فرق فرق محلية وفرق ومتخب قطر قطر هكذا لونك مشافي نفس طريقة اللي يمشيوا فيها اللعبين الفرنسيين لعبين دوليين تتعرف اللعبين الفرنسيين لما ينهيوا دراسة لأنه ممكن يعني المستوى متوسط ولكن يمشيوا للتكوين وخاصة للممارسة والتدريب فهذا هو الشي اللي قام به بالماضي وبالتالي نقول هذا اختيار يتماشى وطموحات فرقنا الوطن لماذا؟ لأنه ياخد المدرسة الأوروبية والمدرسة الفرنسية وفي نفس الوقت جزائري وفي نفس الوقت ما الذي يختلف جميل بالماضي على اللاعبين دوليين السابقين في صورة ربما الأخضر باللومي رحمة جهر أو الأسماء أخرى ما الذي يختلف سيطري سامبل باش ما نروحوش بأي أنا قلت لك هما لما ينهيوا المشوار تاحهم يمشيوا للتكوين كان التكوين كان تربوسات ثم كان يدرب فرق احنا اللاعبين الدوليين انتعنا 90% الدراسة ما كانش ثم التكوين ما كانش تربوسات ما كانش وما تدربوش فرق وبالتالي لما ما يكونش عندك كل هذا الشروط هذه لازم شروط تتوفر في مدرب في تقني إذا كان ما توفرتش فيك هذا الشروط خلاص ما تقدرش تدرب هذه من جهة من جهة أخرى لما يفوتك يعني للوقت يعني لأنه فيه أمور تتماشى بسرعة فيه تقنية جديدة بالنسبة للتدريب بفوق تيغالي زيلي كونيسوس من ناحية التقنية ومن ناحية البيدايجية ولا كل شي فهنا خل سيدومهاش سيدومهاش بسكو إحنا لعبين أنا هذا هو أداد النداء نقوله اللعبين دولين حالين نقوله أنا هنا عرفه روما الآن يعني نقدر نقول روما يفكروا أحسن خود مثلا بعض اللعبين دولين شريف الوزاني تزيري واسمه بالعطوي بالعطوي مضوي كلهم هدو هدو الآن يوم يفكروا أحسن لأنه اللعب لعبت كلاعب دولي شيء ممتاز نفتخروا أنك نتالعب دولي ولكن ما استمرتش ما كملتش لو السيفي تاعك فارغ ما كملتش يعني في المسار تاعك هل لما مر كما يقول لك أنه جمال بالماضي هذا اللي بدأ معه باريسانجر مع عام ستة وتسعين مارسيليا ثمانية وتسعين ثم إلى راح حتى إلى سلطافيغو عديد من الأندية راح تدرى في قطر خفاكاس الخليج 22 أمام السعودية لمنتخب قطر فاس بيها هل هذه الأمور تخليه هو المدرب الأنسب للمنتخب نحن نتحدث بصفة غير رسمية لماذا؟ لأنه لحد الآن لم يتم الحديث معه بشكل رسمي حتى يعرفه رايو لأنه الرجل قد يرفض أهلا ما نتمنى كإنسان كجزائري كمدرب كلاعب قديم يعني المعلومات هذه كلها نتمنى أنه يعني الإنسان هو ربما يكون من أولين باش يقدر يشرف على عدل 15 هدية ولكن منتخب قطر ليس من منتخب الجزائر مقلنا ونعودا منتخب قطر الإمكانيات اللي كانت عندهم أنا داك وبدليل وشهادة الناس اللي كانت معاه في الفلسطف منهم محمد إبو جمعة اللي كان كان اتحاد العاصمة أعتقد نعم اتحاد العاصمة كان معاه يشهد له بأنه مدرب الناجح نعم يشهد له ولكن يشهد كذلك كيفاش كانوا يعملوا كمجموعة أنصطف إلرجي تشوف يعني الإمكانيات اللي كانت موجودة في ذاك الظروف وذلك الوقت وفي المرحلة الانتقالية للفريق للمنتخب القطري بعد ما تم نزع يعني اتقام من الناخب اللي كان وهو كان بطل في قطر أعطوه المهمة ومر بمهمة ونصبح بطل الخليج ما الذي يختلف الان ما هي مواصفات التي يجب أن تكون بالنسبة لمدرب النخبة الوطنية بالنسبة لهذا المدرب بهذا المنتخب ما هي المواصفات التي يجب أن تتوفر فيه في ذل كل الظروف التي يعرفها العام والخاص بالنسبة لهذا المنتخب بالنسبة لحملة التفريق بالنسبة للمشاكل داخل المنتخب تصريحات فاغولي زادت زادت مشاكلاً داخل المنتخب الآن لأنه حتى اللابين اللي يعودوا يرجعوا فيه ذك الغضب بين المجموعة ما هي المواصفات التي يجب أن تتوفر في هذا الناخب الجديد أنا أقول لك أول شيء شخصية وثاني شيء بدواجي كبير يعرف يتكلم مع اللابين أنه بشتعود ترجع فلان وفلان وتم الانفصال أنا أقول لك شيء صعيب شيء صعيب لازم إنسان اللي يعرف يتكلم ومش دوره وحده دوره ودور مجموعة من الناس من الفدرالية سواء الرئيس أو نائب الرئيس أو ناس اللي قادرين أنهم يقوموا بهذه المهمة طبعاً بالنسبة لهذا تحتو على جنب الماضي لأنه البعض يقول أنه من الخطأ أنك لم تتحدث مع هذا المدرب وأنت تسرب بأنه جمال بالماضي تم الاتفاق عليه بين أعضاء المكتب في دورالي هذا أمر ليس مليح ربما في الاتحادية لأنه نقص خبرة ربما لا ممكن نقص خبرة من المهمش رأي أخرى ممكن من المهمش ولكن إذا كان خذنا بجد هذا الملف اللي خطأنا في البداية فيما يخص المدرب الأول إذا كان خذنا بجد لابد أنه يكون كان اتصال أولي ولو نحن نعرف على مستوى المكتب في دورالي كان واحد أولي الثلين ممكن عندهم نظرة في اتجاه أخر يعني بغيين باش يكون مدرب أخر ولكن معلش على العموم تم الاتفاق أو يعني الاتفاق ولكن فيه صراع لأنه البعض لحد الآن مستدنا 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 فيه صراع وخلاف بأنه البحدد يريد أن يكون رونالد كوربيس حتى لهذه اللحبة يعني رغم يقول لك أنه فيه إجماع ولكن بالأغلبية إجماع على أساس أنه جمال بالماضي بالماضي ولكن أنا نقدر نقول غلطة ولكن ما عليش لماذا أنه جمال بالماضي كما قولوا لنا المشكلة لا يتطرحش ولكن كان من الأحسن يكون اتصال أولي مع رئيس الاتحادية ولا عضو ولا شخص ما شخص ما جس النبض لما نعطي الخبر نعطيه رسمي يعني أحد مقرر به يقول لك أنه قد يرفض جمال بالماضي قد يرفض إذا كان يرفض هنا خطأ آخر خطأ آخر بالنسبة الاختيار للمدربين والاتصالات بهم فهنا على رئيس الاتحادية خاصة أن يأخذ بزمام الأمور وتكون عنده مسؤولية تجاه الاختيار واتجاه يعني كل ما يضور في الاتحاد هل يمكن لأي مدربة الآن حتى الجمال بالماضي أو غيره أن يحل المشاكل اللي راي في المنتخب الأول بسرعة ربما بسرعة لا ولكن مع الوقت يوم ما عندك ما تخسر ما لكش مأهل الكأس العالم بدأت اللاعبين بدأت اللاعبين عندك ما تخسر ما لكش مأهل الكأس العالم لازم لك وقت كبير باش الإنسان يسرع أنه اتداء من الآن بدون حتى ولو ما عندكش ما عندكش ربما ناخب دير مدير فني مدير تقني نعم وهذا المدير التقني الصلاحية الأولى وهو أنه يصلح هذه النقطة بين اللاعبين وخاصة من الجانب البسيكولوجي وتعطيهم الراحة باش تلاعبين يعودوا يسيبوها أثناء تربوسات هل المنتخب الأول عفوا بحاجة إلى مدرب بهذه المواصفة اللي قتل هو أنه يكون يتحدث بشكل جيد وأيضا يعرف يعرف كيفاش يدير هذا التلاحم بين المجموعة هو أنه سينقذ المنتخب الأول شوف إذا ما كانش إنسان يعرف يتكلم ويجيه ربما أشياء صارمة وأشياء لازم صارمة ولكن أشياء اللي ربما في هذا الوقت أنا أقول لك ما يصلح ولا شيء في هذه المجموعة مع هذا إلى تم تغيير المجموعة جدريا وتشوف لعبين آخرين هناك تقدر تدير مواصفات أخرى لإختيار الناخب أما في الوقت الحالي أنك اللعبين هادو أنا نحتاجهم نحتاجهم كمجموعة نحن بحاجة إلى لعبين أو أي مدرب كبير نحتاج إلى لعبين موجودين لعبين موجودين لعبين موجودين حتى اللعبين في اللعبين آخرين اللي مازال ما أعطت لهم فرصة كاين شبان كاين ولكن لازم لك ناخب يتكون عنده صراحيات ويعرف يتكلم ويفهم يتكلموا عليه ويش يتكلم معهم سأعود إليك محمد ميهوبي مراد بوتاجين طبعا بعد هذه الفواصل الإشارية طبعا لنستكمل باقي النقاش اللي هنتحطه على سعدان وشارف وحتى محمد غوثي مكان مسعود كوسة على سلجنة التحكيم يبقوا معنا بعد ذلك أذن صلاة إليشة صار خير مجددا لاستكمال باقي هذا النقاش اللي هنتحطه فيه على قرار الفاصل وبالأجمع بالنسبة للناخب الوطني لوكاس الكارس بالإبعاد قبل مواجهة نيجيلية سواء بالتراضي أو تعويضهم بالملايير في هذه الفترة زادش يبدأ وحملة التغيير بمشروع نشجع سلعة بلادي بالحديث على المدرب جمال بالماضي كنا تحدثنا عنه في الجزء الأول الآن نتحدث على سعدان مديرا فنيا وأيضا على شارف بالنسبة للمنتخبات هل يسلح العطار ما أفسده الدار هذا هو السؤال مراد وضعجين بالنسبة لهذا التوجه لا هو أنا نظن ها ودي نأكدها اليوم أنا نظن أنا في الطريق صحيح نظن يعني الطريق صحيح أولا أولا ما هو مش من ناحية الإختيارة أولا نلاحظه في الأسابيع الأخيرة فيه يعني فيه أولا اجتماعات متكررة بالنسبة للمكتب الفيدرالي فيه آرارة تقترح على مستوى المكتب بالنسبة لأعضاءه ولو فيه خلاف بطبع الحال وهذا شيء ممتاز ولكن لحقنا للجديد للجديد اللي كنا نتكلمنا عليه هو لازم إحنا كيف نشفت مدرب أو ناخب وطني يجي بالنسبة لفريق ألف من بعد تعطيلوا المحليين تعطيلوا المحليين ما يعرفش اللعبين ويمشي يلعب مع إليبيا هكذا نتيجة المسجلة وبالتالي ننظم اليوم لاختيار هذا بالنسبة للمدير الفني وطني وكذلك بالنسبة لشرف وممكن مدربين آخرين أو اقتقليين آخرين أو إطارات حديث أيضا على بولام لاروم أنا اسمهم إطارات بولام لاروم كنا نتكلمه أنا وميهو بيقبيل محمد ميهو بيقبيل أسماء فيما يخص المحلي لا بد أن نعتمد على إطاراتنا هذه هذه لماذا تشجيع المحلي بالذات؟ لماذا؟ لماذا؟ لا أولم محبية وأجنبي المهم حتى الإطارات حتى الإطارات أنا نوفق في بعض اللعبين دوليين لما يتكلموا الإطارات وعليستياس وكذلك من وفقهم في المحلي الأخر ولكن في إطارات فنية اللي تعتمد على الجانب الأكاديمي وهذا موجودين ونحتاجهم في التنظير فيما يخص البرمجة المتابعة إلى خريع والتوجيه وفيه فنيين آخرين اللي تخرجون معايد ولعبوا كورة القدم ولكن وفيه آخرين اللي ممكن مستوهم بالنسبة لي لابح سعدان كمدير فني أنا استففته هنا طبعا خياتي زادشي قبل أن ينتخب طبعا قبل فترتين قال بأن أنا أفكر في ربح سعدان بعد ذلك مرة الفترة استضفت ربح سعدان قال أن هذا المنصب يهمني جدا لأني لن أود إلى التدريب الميداني هل ترى بل ربح سعدان منصبه هذا يليق به كمدير فني هو كان 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 على مستوى هذا المنصب يعني أعمل في هذا المنصب ولكن نحن نعطيه نعطيه له حقه ربح سعدان أنا أعتبر رقم واحد بالنسبة للمدربين يعني بالنسبة فيما يخص النتائج فيما يخص النتائج المسجلة إلى جانب المدربين المحترمين كذلك خالف محددين وغيرهم هذا ما ننسوهمش ما لازمش نسوهم ولكن سعدان سعدان يدخل في قالب الإطارات المتخرجة من المعاهد يدخل في قالب الأستاذ يدخل في قالب الدكتور وبالتالي إحنا الآن بحاجة إلى أساتذة قلت للتوجيه وللبرمجة وتغيير النظرة النظرة ما تبقاش يعني يعني المبهمة والنظرة يعني أفهم جميل فهمت عليك المديرية الفنية ماذا يلزمها لأنه ضيعنا ستة أشهر من فراغ لم نعقم بأي شيء سوى أن تيكانوين تشجر مع عبدالقاد الحر وحدث ما حدث ماذا يجب على المديرية الفنية أن تعمل في هذا المحيط الكروي أول شيء يعني كارت بلانش بأتب ومعنى الكريمة ما هي الأمور اللي يخدم بها المدير الفني المدير الفني إذا خليته يطور وآمنت به وتأمن باللي وش راهو يبرمج لك وش راهو دارك البريبي باش يوصل لرياليزي لازم له وقت ولازم له تخليه يختار الناس هو اللي يختارهم اللي عندو تيقافهم يعملوا معاه في الديفلوبمون في الافورماسيون في الورغانيزيون هاد الأشياء مهمة جدا اللي مدير الفني إذا عدت له هاد الأشياء كلها وبعدين يبدو يطبقوا في البرامج مع المجموعة اللي يكونها البرامج يكونها يعني البلاطو دو دي تيكشيون فأتس الأغمار ما بين 14 و 17 و 17 و 19 و 21 وهذه المجموعة هذه التقنية مع يعملوا بتنسيق مع التقنية اللي موجودين في اللي ليغ واللي موجودين في البلاطو أست سنتر أو أست سود هنالت تقدر تعود تول الكرة وتعود تعطيلها يعني تعود كأنك وردة كانت ميتة وتعود تسخيها نفس الشيء سيد موارد براجين بالنسبة لبعلم شارف بالنسبة لفئة الشبانية نفس الشيء نفس الشيء بعلم شارف أنا تتكلم شخص أثبت وجوده من خلال أولا كأستاذ لأننا ننطلق من هذا لأننا نتكلمه على مديرية في النية نتكلمه على التخطيط والتنظير والتكوين فتتوفر كذلك فيه نفس الشروط لماذا؟ أنه ثبت وجوده كمدرب أولا في الميدان وهو كأستاذ أنا نظن يعني الشرط متوفر لا يمكن أن يكون هناك تصادما بين ربح سعدان وابعلم شارف على اعتبار ما حدث بينهما سنة 2004 في كان تونس أنا خلينا نقول أنه بعلم شارف عنده هن كاراكتر صحيح هن كاراكتر دير عرفوه حنا كرياضين هن كاراكتر طريد دير يعني لا يتواصل تماما ولكن عنده شخصية كذلك يتميز بذك شخصية أنا نظن أنا نظن ما يكون حتى إشكال أنا نظن رح ينتكاملوا بالعكس لأنه الاثنين آساتي ذا وبالتالي رح ينتكامل الحديث على بعلم ناروم أيضا مطرح بكم شي ممتاز شي ممتاز ليتحدث أيضا بعلم ناروم من خلال مشروع اللي يعرف بعلم ناروم يعرف أنه عنده مشروع كبير بعلم جريتني في واحد الرواق اللي تكلمت عليهم وقام قبل وهكي أعطيتني للمثال مثال حي تكلمنا على لعبين الدوليين دولين ولم رأعهم لعب دولي أولا كما لعب في الشباب بالوزن ثم كان لعب دولي في الفريق الوطني ثم درس درس وبالتالي أصبح أستاذ في المعهد فهذا يخلينا نفتخر بأساتي ذا كما هذا وبالتالي أنا نظن أنه مكانته كذلك موجودة في هذا الطاقم حتى ولو ما يكون مدير فني وطني ولكن يعمل مع هذا الطاقم لأنه ستكون إضافة محمد هوبي هل في المديرية الفنية وحتى في بالنسبة لقودها أيضا ممكن إمكانية شارف لأنه شارف أعطى موافقة وسعدة لحد الآن يبدو أنه سيكون طبعا في المدير الفنية يكون فيها مدربين أمثالكم مثلا كيف يمكن للمدربين من أمثالكم يفيدوا المديرية الفنية أو حتى المشروع هذا اللي جاي لكرة الخاتمة الجزائلة كيف يمكن لكم أن تفيدوا أنت مثلا هو اليوم أنا حسب المدير الفني اللي رايح يجي هو اللي يختار الناس اللي يدير فيهم ثقة لأنه إذا ما عطيتش يعني الصالحية هذه للمدير الفني أو مدير المنتخبات الوطنية في اختيار اللعب المدرب لازم باش يعمل معاه ويطبق برنامج في الفئات سواء 13 سنة أو 15 أو 17 أو 19 أو الفريق الأولمبي أو الفريق الأول ما درت ولا شي اليوم أي تقني أو أي لعب قديم اللي مكون قادر أنه يفيد الكرة الجزائرية بتطبيق برنامج تاع المدير التقني اللي هو يشرع فيه بالنسبة للمدير الفني الوطني لربح صعدان أو حتى للمنتخبات الوطنية يعني شارف يهتم إلا بالمنتخبات الوطنية كلها بأصنافها والمدير الفني لا شوف اليوم لو في خلط ربما لمشاهد لا شوف المدير التقني للمدير التقني اليوم يقسموا العمل بالطبع المدير التقني عنده نظر عنده نظر وعنده حق التدخل مع المدير المنتخبات الوطنية لأنه هو اللي يشرف تقنيك مو على الكرة الجزائرية نعم بأشياء أخرى كيفاش يطور الكرة الجزائرية والباقي العمل كيفاش مثلا يديره شارف مع سعدان شارف أنه هو اللي راح يدير برنامج في الاختيار المدربين في التطبيق وكيفاش تكون التطبيق وكيفاش يديره على الكاتيجوري المدربين نعم من خلال كل هذا شيخ مراد بوتاجين وكيفاش بالطبع بالنسبة ل الآن إبعاد الكاريس قبل مباراتي نيجيريا سعدان شارف ربما بالماضي أسماء أخرى هذا التوجه هل ترى بأنه سيصلح الفترة ستتات أشهر كأنه كان درسا قاسيا ستتات أشهر سبعت أشهر ترى بأنه مشروع حقيقي الآن ممكن ما هو مشروع لابدتش نتفاهموا نعم لحنا نهار جازت شي طلبنا منه المشروع يعني البرنامج إلى حد الآن ما كاش مشروع ولكن فيه الآن محاولات محاولات اتجاه الجد هذا اللي أنا نتكلمه عليه أنا نقول إذا كان مشينا يعني ننسى الأخطاء خلاص يعني ما هو مش مشكلة بالنسبة لزد شي ولا حتى يعني الأعضاء المكتب في دراو ولكن إذا كان مشينا في هذا الطريق إن شاء الله ممكن نوفقه ممكن تكون مزادزي تكون أخطاء ولكن في هذا الطريق أنا نظر توجه بالنسبة لي اليوم كالإسم محمد غوتي على كل حال مع مسعود كوسة والحديث اللي كان على مسعود كوسة الآن بعد مسعود كوسة هذا مسلسل هذا مسلسل عشناه منذ بداية أمله مسعود كوسة لماذا أكضب هو شوف مسعود كوسة عوض مكتب فيدرالي هو اللي يكون على رأس اللجنة هذه كان من المفروض يكون على رأس اللجنة ويجيب الأعضاء اللي معه وتحسبه بعد سنة مثلا بعد موسم رياضي مثلا تحسبه وللأسف كان خلاف بين الرئيس ومسعود كوسة مشى ثم رجع ثم مشى ثم رجع والآن مشى نهائيا جابوا للأخ محمد غوتي ولكن شاريط عتا أن يعمل كذلك يخذ كل سؤولياته باستقلالية هل راح يعمل هذا وانه سوأ نطرحه في النقاشات الجاية صحيح حسنا لأنه الرئيس بالنسبة بالنسبة له هو أمله هو اللي يصير التحكيم ولو كان حاجة شهادة ونقوله أنه إلى حد الآن بعد خمس جوالات التحكيم يعني ما فيش غمور ما فيش فجلتي كانت تفاع هل يمكن أن تصلح الأمور من خلال كل هذه ربما التفكير في هذه التعينات لأنه لحد الآن ليس بعد شوف بالطبق قادر نصلح الأمور ننسى أشياء ونسامح ونمشي للأمور جميل جدا طبعا ما قاله الضيفية الكلمة شكرا جزيلا المحمد ميهوبي شكرا جزيلا المراد وطهجين استفدت من عندكم طبعا ما عندكم طبعا شكرا لكم مشاهدينا وأيضا نلتقيكم في وضع أفضل الوضع الحالي ليس بخير لحد الآن ألقاكم على خير